شاب ميسور الحال أنعم الله عليه بكثير من النعم ومع ذلك يشكو من أقل ابتلاء قرج بسيارته وذهب إلى ماكينة صرف نقود ليسحب مبلغا من المال ولكنه وجد طابورا طويل من الناس أمام الماكينة فذهب إلى غيرها فوجدها لا تعمل وظل يتنقل ما بين عشر ماكينات ويجدها إما مزدحمة وإما لا تعمل بسبب عطل فني حتى وجد في النهاية ماكينة لا يوجد أمامها الكثير من الناس فذهب إليها وهو في غضب شديد بسبب كثرة بحثه ولأنه سيقف دقائق في صف حتى يأتي دوره وأثناء وقوفه في الصف لاحظ أن الرجل الذي يقف أمامه ويبلغ خمسين عاما ومن الطبقة المطحونة يتصبب عرقا رغم أن الجو لم يكن حارا وبعد دقائق قال هذا الرجل للشاب بأدب كبير أستأذنك أن تحجز لي دوري لأني لا أستطيع الوقوف وأخشى إن جلست يضيع علي الدور وافق الشاب وجلس الرجل على الرصيف يجفف عرقه ثم رفع يديه وقال متوسلا يهرب بحبك لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم اشفني واخذ بيدي في هذا اليوم بالذات اقترب الشاب من الرجل وسأله إن كان بخير فرد الرجل بجملة هزت الشاب كثيرا الحمد لله في زحام من النعم فطلب منه الشاب أن يذهب إلى طبيب لأنه يراه متعبا ومريضا ولكن الرجل قال له والدموع تملأ عينيه لا يصح لي أن أشكو من التعب هذه رفاهية ليست لمثلي لقد توفيت زوجتي من ثماني سنوات ولي أربعة أبناء أكبرهم في الجامعة ويحتاج مصاريف الكلية اليوم ووعدته بأنني بعد صرف المرتب سأذهب إلى كليته وأعطيه ما يريد وأبناء الثلاثة الآخرون بين الثانوي وإعدادي ووالدتي كانت ترعاهم بعد وفاة زوجتي ولكنها الآن مريضة جدا وأرعيها هي وأولادي وأنا يا أخي موظف حكومي راتبي لا يكفيني وأعمل بعد خروجي من الوظيفة بمطعم عامل توصيل ومع ذلك لا يكفي كل هذا مصاريف دروس الأولاد أو مصاريف علاج والدتي وصاحب البيت الذي أسكن به له عندي إيجار متأخر وآخر موعد لي هو هذا اليوم ليعطيه نصف ما له بعدما استعطفته وبعض الجيران حتى وافق على أخذ نصف المبلغ كي لا يلقي بأثاث بيتي وأم المريضة وأولادي بالشارع استمع الشاب للرجل في ذهول وشعر أن هذا الرجل قد صفعه صفعة قوية ليستفيق من جحوده ويشعر بنعم الله عليها وبعد صرف الرجل راتبه عاد به إلى سكنه ففوجئ الشاب بأن الرجل يسكن في دور أرضي وأثاث سكنه عبارة عن سريرين ودلاب وأريكة وحصير وأمه كفيفة وكل كلامها حمد لله على نعمه وعندما شاهد الرجل دهشة الشاب من كلام أمه ذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد